هذا الحديث الشريف فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة صيام ستة أيام بعد صيام رمضان فقال من صام رمضان وهو الشهر الذي فرض الله تعالى صيامه على أهل الإسلام ثم أتبعه يعني أعقب هذا الصيام بصيام ستة أيام من شوال وشوال هو الشهر العاشر الذي يلي رمضان ويعقبه وهو أول أشهر الحج فإذا صام ستة أيام منه مع صيام رمضان تحقق له هذا الفضل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال كانك صيام الدار والمقصود بالدار السنة أي كانك ما لو صام السنة كاملة